المشكلة فيه كاي اندابا. افسسسيطة مع المعلم باش تشبر السيطة و دمشي عندهم انهم غير يوقفوا لغل بارو واعلم الله واش تكون دا الصيفية و لا دكون باقى ولا يكون داك الوقت اللي شاري فيه ان تلبيه واش يكون وصار ولا باقي. او من اللي درجع واشوف فقاش عد تخلص باش تخلص دول ما ولكرا. اه على حساب السيطة واش عايتي واش سيطة كيب ما قاد رجع اللي قاد ليه ولا السيطة ميد رجع تدوس خمستاشر يوم لسبع عشرين يوم. هدا هو اه المشكلة اللي كاينا. ا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا يا كما كتفو عنوان كبير كي يقول لك. اه يعني خدمة التوظيف العامة في اسبانيا. اه تجبر الناس العاطلين على العمل. على انهم ما ياخدوش الاجازة. هدا مساج الناس اللي. ماشى بطبيعة الحال المغرب هات الصيف هدا. فنهار الاتنين. اه بطبيعة الحال. ما دم غا د務 ده أشهر الصيف لهم شارتز وعد وشارتز وندرد ميدHA فا. لا نحن بالحظه الله الوحد ايضا للمسيات ايضا. في الاحيان المكتب للحضور الإسباني أو المكتب دي الخدمة دي التوضيف الإسبانية علمت الناس شنو خصوم يعملوا اللي مشين باكاتيونيش وكي تخلصهم عند الدولة شنو خصك تعمل فالعنوان كي يقول لك يعني يمنع الناس من السفر وركن هناك يقول لك شنو هي شروط باش تقدر تسفر وانتا كتتخلص عند الدولة انسير بشيو بابيكو دي ام بليو اشتاطال سيبم عرف سيبم اسبانيا نو برميتير سيدي باكاتيونيش يعني هاد الخدمة دي التوضيف الإسبانية اللي كيخلصوك اللي كيعطيوك مثلا الاعانة دي البطالة او لا شي مساعدة اخرى فما كيسمحلكش انك تخروج من اسبانيا لكتي كتتخلص يعني هاد المكتب التابع للوزارة الشغل والسياسة الاقتصادية فا يعني هو اللي عمل هاد الاعلان هاد اصدقى 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 سؤال مطروح يعني شمن حد ولا شمن حق عنده هاد المكتب هادا انه يدخل في الحريات العامة للاشخاص بعد الاحيان انه حتى ما يخرجش من المدينة ديالو الناس اللي في الشمال الناس اللي في قيس باسكو اللي يتخلصو المساعدة راهو مع عارفين بان ببعض الاحيان يلاحص اللي خلصت بالترخيطة وهادي عن جريبة من بعض الاصدقاء الناس خلصوا بالترخيطة بالانسيا براكتكا كي يقول لك يعني هاد القضية ديال تنش من حق عنده هاد المكتب يدخل لك في الحرية الشخصية ديالك كي يقول لك يعني واحد النقاش اللي يمفتوح واللي يعني مكتب التوظيف ولا مكتب خدمة التوظيف في اسبانيا كي يعلل هاد التدخل ديالو في شؤون الشخصية ديالك والديالي اللي هي انا مكنتخل لشي بارو واللي هي يعني نخرج من باكاسيونيس ولا لا يقول لك يعني هو كي يعلل هاد الشي هاد بانه الترباخو ديالا يسبوش كاراكتيبا يعني الخدمة ديالشخص اللي هو ما خدمش الخدمة ديره هو يفتش على الخدمة يعني هاد ال اسكلابيتود يعني هاد بحل العبد يعني انت مخصكش دوقاف مدريحش ما تنفشش ما توقفش وتفكر معارضة بتقول واي لي انا في المشي يا عباد الله انا هادي عشر سنين وانا خدم اذا ان نوقف واحد شوية ونشوف راسيش كنعمل في حيازي لا الخدمة ديالك لو كنتي ما خدمش بالنسبة للسي بي ها ايا 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 مكتوبة راما كنزي دليكم والو كي يقول لك كي سي خشتفيك دي لوش بودريش فكتيش كون ارغومينتو كي هاد ريفونتر يعني هاد الوشهات نظر ديالسي بي صعيب انك يعني دواجها و اللي هي الخدمة ديالبنادم اللي ما خدمشي هو انه يبسفتش على الخدمة الخدمة انه يقول لك المكتب هو الخدمة ديال المكتب هو انه يحميك ويوفارلك الفلوس او لا يعملك وحتى تجبر الخدمة لو كي كيري ديالسي كي نو صلو كونسيستي ان انا ايودة ايقنوميك والمعنى ديالالشيادة يعني المكتب ديال التوظيف هو كي يحميك وكي يوجدك وكي يعمل لك كورسو باش تمشي تخدم وعلى بعد ما بشي تتخدم كي يعطيك الفلوس وكي يقول لك الخدمة ديالو وماش يكاد وقاف غير هنا وانما الخدمة ديالو كتجاوز لا يودة ايقنوميكا سينو ديثير تامانيرا لا كومبينساتيون رياليثارة وانما يعني وانما الخدمة ديالو كتجاوز بحل يقولنا انك غير دبار الخدمة وانما تراقبك واش انتا انسان اكتيب واش كتدحاء يعني كتخلصك باش انتا تواعدهم بانك تبدل الوضعية ديالك يعني ما تبقاش يعاطل تولي يخدم بالتالي فالخدمة ديالو مو انهم يراقبوك كدلك واش كتتحرق واش كتتقلب على خدمة او لا لا باهم او لا لا باهم باهم بالزرف ديالنسطار الحركي يشوف هذا لانها يعني التدخل في الحرية الشخصية للاشخاص بالنسبة لكثيرين يعدد الاجراء المتابع تعسفيا ويقيد الحرية الشخصية للشخص اللي يتلقى يعانا ما يولد هذه المعضلة هو ان بعض العائلات اللي اللي فيها بعض الاشخاص خدمين فيها واحدين ما خدمينش فبالتالي هذا ارغومينتو آخر يقول لك بحل اللي اللي ما خدمش كيبشي مع هاداك اللي خدمك يخلص عليه وكذا مهم هذا بحال واحد وجهات نظر اخرى يقول لك اسمعا ولكن ما عندي احتى شي معنى انت في العائلة ما تدخلش ماشي شغلة مع العاطلين عن الامن سيبي قلق لك نهر لتنين فالأول فالتنين ديالهات شهر سبعة فمن خلال الموقع الالكتروني ديال السيبي فخبرت او لا اخترت الناس شنو خصوم يعملوا اللي كيتلقوا المساعدة شنو خصوم يعملوا لمشوا باكاسيوناش فكيقول لك خلال هاد الفترة اللي كتلقى فيها الإعانة ديال بطرة فأنت لست عملا ناشيطا يعني انت ما خدامش وبالتالي ليس لديك الحق في الاستمتاع بالعطولات او لطيف واللي جاب عشر اطنين هو كي يحطي يكتافوا هنا في هاد اسبانيا او جاتوا وقفوا وقفوا مع السيبي شنو غاد يعمل عايبقى هنا يكيب تحرق بالقيلة المهم يعني انت بنسبة للمشي عامل ناشيط وبالتالي فليس لديك الحق في الاستمتاع بالعطلة يعني انت ما خدمتيشي فبالتالي ما استمتاعش بالعطلة بالإضافة إلى ذلك اثناء تحصيل المزايا يجب عليك الامتثال الالتزاماتك بالبحث عن عمل بنشاط ما معنى تحصيل المزايا يعني بينما الدولة كاد خلصك على البارو فانتخصك دبيل لي ودبيل لهم بانك راك تقلب على الخدمة كاد مشي كاد طبع ديك الورقات البارو كاد مشي عن شي خدمة اه كاد تقدم كاد عمل لون تروتين كاد عمل شي كورسو يجب عليك الامتثال الالتزاماتك بالبحث عن عمل بنشاط احنا قلناها المشاركة في الإجراءات التي تزيد من فرصك في العمال يعني بحالة هذي بحالة قلناك بشي تعملين تريبيستات كاد عمل شي كورسو كاد تقلب على الخدمة هو الظهور امام الكيان الاداري يعني كاد بشي عن السي بي من اللي كاي طورك يقول كاد نشوفوك مالك فين وصلت يعني كاد بشي عنهم وياه كاد بشي تعمل ديك السي يوز معها هي الطريقة التي يشرحوا بها اه يعني يعني هادية اللي خصك طريقة متابعة باش تبين بانك راك انسان كد كتقلب على الخدمة كيف تسيطر سلوط المحلية على العاطلين على العمل حتى لا يخالي يفوت الشروعات المعمول بها يعني كيفاش هادية الطريقة اللي كي سيطر بها على الناس باش ما يمشيوش يدوروا معارسهم ويتخلصوا على اولو بالنسبة لي كما هو موضح جيدا في المنشور هاد المنشور هادية اللي خرج في السي بي هنا يكي يشرح هاد الأمور هادية الجريدة غير كتنقل ديكشي هادة لا يعني انه خلال الشهر التي تكون فيها عاطلة عن العمل يجيوان تكون في مكان اقامتك اه اه ايدان شنو سننعملو هناك افتراض ينشأ بالنسبة للحالات التي يتعاين على شخص السفر فيها الى الخارج موين بيينو شنوية ومع ذلك هادية الكريمة المفتاح والسالة تخصون قولنا في اللول ومع ذلك يمكنك السفر الى الخارج لمدة لا تزيد عن 15 يوما تقويميا مرة واحدة في السنة ودائما لا يعني ذلك حتى اه خرق الالتزامات المعنى ديال هاد الترجمة الجوجولية هو انك بامكانك دمشي باكاسيونيت في العام ما تفوتي خمستاشر يوم ولكن في داك فوص داك خمستاشر يوم ما يكونش عندك شي موعد مع السي باي ما يكونش عندك شي موعد ديال شي كورسو عادي تعملو وما يكونش عندك داك القضية ديال الطبيع بانك يعني راك متابع وراك ما الشي كتا تقلب على الخدمة يعني لو كنت تقلم خمستاشر يوم تقدر تمشي باكاسيونيت وانت كتتخلص البارو كتار من خمستاشر يوم راناشتاف السيبي واشتاف واحد الموضوع في واحد الفيديو اخر خصيك تمشي تعلمون باش يوقفوا لك البارو ومليد رجحت مشي عندهم يعطيه واكل البارو المشكل فين كي يندابا افسي طبع المعلم باش شبر السيطة ومشي عندهم انهم غير يوقفوا لك البارو والله واش تكون داك الصيفية ولا دكون باقى ولا يكون داك الوقت اللي شاريفية تلبية واش يكون وصار ولا باقي او من اللي درجاع واشوف واش عد تخلص باش تخلص الدول ما ولكرة اه على حساب السيطة واش عايطيه واش سيطة كيف ما قد رجع اللي قد ديه ولا السيطة ما درجع تدوز خمستاشر يوم ولا سبع عشرين يوم هذا هو اه المشكل لك يعني اذا باختسار اه ما شي عادي من عجم انك تخرج اه يعني خارج الاسبانيا وانما يلا كنت يقلم خمستاشر يوم بسير الله يسير لك الامر كتر من خمستاشر يوم احسن حاجة هي يدعي الموم باش تخرج من المشاكل حتى هنا نكون صورة الاخر ديال الفيديو ديالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا فيديو قادم ان شاء الله الرحلة الرحلة